دكتور ناجي يعني مش عارفه ممكن أمامنا في شي خمس دقائق وأكيد بدنا نحصر الموضوع الكبير الكبير في هاي الدقائق إيه المعلومات اللي عاوز توصلني إياها المعلومات دي مهمة جدا لأن الديناسورات بتستخدم من علماء النشوء والارتقاء علشان يقنعوا الشباب الصغيرين أنه فعلا دي احتاجت ملايين السنين وأن عمر الأرض ملايين السنين وبلايين السنين وده يختلف عن قدرة الله الخالق اللي خلق بكلمة قدرته ففي الحلقة دي تكلمنا شوية عن الديناسورات وعلى الصفات بتاعتها وأنها ما تحولتش إلى طيور زي ما هم بيفترضوا لأن التحول ده محتاج تغيرات عملاقة جدا في كل الأجهزة بتاعتها التنفس والحركة والأجنحة والريش والأشياء اللي تكلمنا عنها الهدف من كل ده أني إحنا نبص على العالم من وجهة نظر الكتاب فلما نفهم طوفان نوح والكارثة الجيولوجية الضخمة اللي حصلت نقدر نفهم بيها الحق الكتابي والحفريات اللي اتكلمت عنها بالزبط وهذه الاكتشافات الحفريات تمثل عمل سريع وليس عمل يحتاج إلى ملايين السنين لأن الحفرية لازم تنفصل عن الأكسوجين ولازم يكون فيه أملاح كتيرة وضغط وحرارة عشان تتحفر وفي المعمل نقدر نجيب عظمة اليابانيين عملوا التجربة دي جابوا عظمة وحطوها في الأملاح المناسبة والحرارة والضغط تحفرت في ظرف أسابيع فهي مش مسألة المدة مسألة الظروف الملائمة للتحفر وده يخلينا لما نفهم العالم من منظور أحداث الكتاب المقدس مش قصص الكتاب المقدس أحداث حقيقية حصلت ده يخلينا نبص على العالم الحاضر ونفهمه بأسلوب مختلف لأنه تعرف حكينا بحلقة مضت أنه فكرة الإيروجين اللي هي التآكل باللغة العربية يعني بتشوف كين بقولك لا خلاص في البدء خلق الله السموت والأرض أعطيها قديش بتدك عمر وهذا بثبت التآكلات الصخرية والحفريات وكله الموجودة في أيامنا مع أنه اللي فاهموا منك أنه دي حاجات بتتم بسرعة ما هو بقى لما نفهم الجيولوجيا الكارثية دي بتاعت اللي حصلت في وقت نوح هنفهم أني الحاجات دي كلها بتحصل يعني أنا زورت الجراند كانيون ويقولك فيه طبقات وطبقة اللي تحتيها ويقولك فيه خمسين مليون سنة مفقودة هنا بين عمر الطبقة اللي فوق وعمر الطبقة اللي تحت لو السطح ده معرض لخمسين مليون سنة للعوامل التعارية هتلاقي فيه نتوئات وهتلاقي فيه نباتات والسطح ده أملس بالكامل ففيه أعمار مفقودة بين الحلقات بتاعة طبقات الأرض اللي بيتكلموا عنها فطبعا موضوع الجيولوجيا موضوع ضخم جدا ولكن المعنى اللي عايزين نوصله أني لما نفهم الجيولوجيا الكارثية بتاع الطفال نوح هنقدر نفهم طبقات الأرض بصورة مختلفة هنفهم الحفريات بصورة مختلفة هنفهم الديناسورات بصورة مختلفة لأن دي بتقدم في صورة أفلام وكتب كمية الكتب المكتوبة عن الديناسورات والأفلام اللي بتتعرض مهولة ملايين ملايين الدولارات بتصرف على هذا الموضوع هي أفلام حلوة على فكرة طبعا طبعا وأنا مش ضد أن احنا نتفرج عليها بس نتفرج بأنه مفهوم لأنه بيوصل لي من خلالها النشوء والارتقاء على فكرة بيوصل لي فكر العالم الفكر المذهب الطبيعي طيب لو شاب أو شاب عم يتفرجوا علينا خلال دقيقة عاوز توصلهم المعلومة الكتابية في هذا الموضوع إيه اللي ممكن تقوله؟ أنه الديناسورات من الزواحف اللي هي دبابات الأرض والرب خلق الزواحف في اليوم السادس بالطريقة المعجزية لأن دي مش عملية طبيعية دي عملية معجزية خلقها في اليوم السادس وأن الأكل بتاع الحيوانات والطيور والإنسان كان أكل نباتي وده موجود في تكوين أصح واحد من عدد 29 إلى 31 بيقول لنا أنه الرب أعطاهم البقول والبذور وكل بذر يبذر بذر كجنسه ليكون لكم طعاما لكم والحيوانات والطيور فما كانش فيه توحش التوحش ده حصل إمتى؟ بعد سقوط آدم وحواء وبعد دخول اللعنة إلى العالم وبعد دخول الموت إلى العالم وعشان كده إحنا شايفين العالم بالصورة ما بعد السقوط فمش قادرين نتخيل العالم الكامل اللي مفوش خطية فبنبص على الحيوانات بتأكل بعض فنقول ده كانوا بيعملوا كده من ملايين السنين لا دي حاجة حديثة حصلت بعد سقوط الإنسان وطبعا يعني الصورة الأكمل والأشمل والأمثل هي الصورة الحلوة الجميلة اللي بتشوف يعني في سفر التكوين سفر البدايات بتشوف في سفر الرؤية سفر النهايات الحلوة والجميلة إنه الله فعلا عوز أو استرد الإنسان من خلال عمل الصليب والقيامة ولكن في يوم من الأيام يعني الأرض والخليقة كلها عم بتئن بالزبط وتنتظر استعلان مجد أولاد الله أمين وفي هاي المجيء رح يكون كل شيء حلو مش رح يكون موت ولا لعنة والأسد على فكرة رح يوكل حشيش يعني عشب مثله مثل الخروف وهكذا رح يتكلم عن شيء جميل جدا نرجع من البدايات أو النهاية الصورة الأصلية اللي عاوز يستردها الرب من خلال أو في حياة الإنسان وهون بخلينا نفهم أن الكتاب المقدس يسير بتناغم وبتناسق تام وترابط كامل وهذا اللي بيعجبني في كلمة الله فعلا أنه هي حية موحى بها شكرا دكتور ناجي والربي باركك والربي باركك أيضا اشتركوا في القناة